سيد عبد الروف بوشوشة رئيس جمعية الصداقة لكتبة المحاكم عدلي مالي وإداري والكتبة زادة قالك شبينها احنا زادة ما نضموش الاعتصام وإضراب ونوقف المحكمة دخلوا في هذه العملية قداش ساعة عسلمة صباح النور مرحبا بكم عسلمة صباح الورد صباح الخير للناس الكل والمستمعين الإذاعة الوطنية قداش عندكم في اعتصام ونترحموا على روح شهداء الوطن السجيش العبيد يعطيك الصح نحن مشرى ودخلنا هالاعتصام اليوم فرد علينا ماذا نفرد عليك؟ نحن فردت علينا المرحلة الانتقالية اللي نعيشوا بيها متعتها سيح مصر العديلة هو تجويد المرفق القضاء هذا هو اللي تفرد علينا المرحلة مش نحن جينا حبينا ديريكتومون ونوقف المحاكم عمورنا ما وقفنا المحاكم كتبت المحكمة من الف وثمانية وثلاثة وعندها تاريخ عريق إلى يومنا هذا كانت مع الشعب ومزلت مع الشعب ومصارها مع الشعب اللي هنا اليوم ثمان العبيد يقول لك شنو حكيت كتبت المحكمة نحب نقول لك اليوم معنا أوامر ترتيبية صادرة من وزارة العدل قامت جمعية القضاء التونسيين بيرفع قضية ضدنا في الأوامر ومبعث مشيت لرئيس الحكومة مشيوا لرئيس الحكومة بشي سنوا نظام أسيسي خاص نخافوا لتتغول سلطة على سلطة وكالمواطن يقول لك السلطة القضاءية على السلطة التنفيذية حتى نحن كتبت المحاكم تابعين السلطة التنفيذية سلك خصوصي راجع بالنظر الوزارة العدل اللي يستمد العمال والمشموليات من المجلات ونصوص القانوني نحن اليوم حبينا نصح المسار نصح المسار متعلى عدل كيفاش؟ كيفاش كيفاش باش نجودوا المرفق العدلي باش يقصر الزمن التقادي هذا الكل يتوجد اليوم بسن نظام أساسي خاص سلك كتبت المحاكم واعتباره شريك في قامة العدل بيه؟ إذن قانون أساسي وهذه الشراكة اللي تمحتوا عليها نحن موش زيادة في الشهرين نحن الشراكة موجودة بالمجلات النصوص القانونية ديجا موجودة كل مجلة تحلها قانونية تلقى فيها وعلى كتب المحكمة وعلى كتب المحكمة مجلة مرافعة مدنية وتجارية مجلة لجرائية الجزائية احنا ما نحبوش شكل قواعد الأمر اليوم تحت سلطة جهيز على جهيز وذي يريد خوف الناس اليوم التقادي زمن التقادي شوف القضايا عنا القضايا من 2004 نحنا في المحاكم والتومة تفصلت اطلقوا ايدين كتبت المحاكم اليوم وشوفوا لي شدلكم ايديكم القانون شدنا ايدينا اليوم القانون وهالمبادرات اللي قاعدة تسير اليوم هي تمنع فينا باش نحنا ما ناخد موش المرفقة على ريوسنا اكثر من يكون نتوقع كي اني نحس قاعدة تقول لي فما خلاف بيننا وبين القضايا ما نحبش نقول فما خلاف احنا احنا الجهيز متكامل ونحنا لنهدوا استقليطة احد وما ما قلقوش حتى واحد احنا بالعكس جزء من الحلم تعال منظومة القضائية احنا في حلول نحنا الان من حلول تجيب اعتصام قدش عنده بربي سمح اعتصام اليوم فيه 13 يوم 13 يوم وقفة احتجاجية من وزارة العدل في نهاية الأسبوع وقفة وقفة خيمة رمزية اللي أعملتوها اي الوقفة الاحتجاجية اللي قمنا بها وزارة العدل هي قامت بها جمعية صديقة كتبت محاكم اللي نترأسها هي وقفة احتجاجية رمزية انذارية قدرنا فيها مسلحة المواطن قبل كل اعتبار اللي اعتصام دعات ليها الجامعة العامة العالية تبع الاتحاد عامة الشغل احنا سندناها لكن الجمعية كجمعية قامت بوقفة احتجاجية رمزية انذارية قدر وزارة العدل انذارية بما معنا عبدالعوف انذارية في انتظار تصعيد يا سيد الوزير اسمعنا يا سيد الوزير راهي المنظومة القضائية مش تحكي على استخدار القضاء والمعايير الدولية رايز يزمها تحكي على قضاء وكتب ومحامين وعود المنفذين وعود الاشياء ثم صندوق جودة العدالة اليوم تعاود تترح بدون وجود كتابة المحكمة نعم سمحني وقت اللي تقول اللي مصلحة المواطن قبل الاشكال كونه ثم برشا مواطنين ما همش منجمين يتحصلوا على احكامهم ما همش منجمين يستخرجوا اوراقهم على خطر السادة الكتبة عاملين اضراب المواطنين هذوما اللي عندهم حاجات استعجلية شنون عملو لهم صحيح احنا نصحولهم في المسار بتيحهم اليوم مسار العادية اي لكن ما تصلح المسار لما هم وضعياتهم برشا وضعياتهم واقفة نحب نعلم اللي المواطنين والسادة المشاهدين اللي سمعوا فيها اليين اليوم يعرفوا اللي اقل واحد يمشي المحكمة يرقد بالعام بالعامين بستة سنين اليوم نحنا بصفة عامة نوع القضايا احنا اليوم قاعدين نحكوا على تجويد مرفق قضايا وتصحيح مسار عادلة اليوم قاعدين نحكيوا على تجويد العادلة اليوم نحكيوا تقصير زمن التقاضي وليه حاجة مهمة برشرة وليه من شعب كامير وليه منشك اين عبد الرب برشوشرة انا واحد من عامة الشعب كما يقولو جاوبني اذا كنت رجعوا القضاة انتوما مش ترجعوا تخدموا الاعتصام قررتوهم مفتوح مفتوح الاعتصام نحنا حل معنا قنوات الحوار يا سيد الوزير ويا سيد رئيس الحكومة حل معنا الحوار يرجع المرفق القضائي مرتبط بالإرادة معناها حتى انتوما اللي في المنظومة القانونية ونورمال وانتوما احنا اليوم لقينا ثم حاجة تهدد استقلالية السلطة القضائية ونخاف وليحتويها جهاز على جهاز ومن بعد لعبية تحملنا مسؤولية ما كنتم في وسط المنظومة القضائية شفينكم ما تكلمتوش قبل حتى الكل بجميع الاحزاب وجميع الرئاسات وجميع المجتمع المدني الكل والمواطنين من بعد يحملوا مسؤولية اللي نحن نتحملو المسؤولية نحكيه على حاجة يزم ثم فصل بين السلطة القضائية وسلطة تنفيذية وثم تناغم بين السلطة هذا هو موضوعنا اليوم نحكيه عليها مش موضوع مش نعم تعزردو كسكسي والحم وبين حنوى ما نضاعت لحنى وبين الموضوع المشكلة اللي عندكم ولي الدفع عليها وحقكم المشكلة المسؤول لول على الحكم القضائي المسؤول لول وسيط بين القاضي والمتقاضي والمحامي وبقيت دخني في المنظومة القضائية وحنا ضمن لهذه القضائية وطلبوا في دور كبير وحنا دورنا جوهري ودور كبير دور جوهري لكن ما تجيش تقول لي افصل لي بين السلطة واخافوا من تغاول جهاز على جهاز هذا هذا وتقول لي انا نحب على التجويد مرفق العدالة لفايدة المواطن وانت في نهاية الامر تحب على قانون اساسي لك انت وتحب على زيادات وتحب على عليش لبنى قانون اساسي حاجة ادبية كنحكو قانون اساسي هي حاجة ادبية محكينيش على فلوس وراها ما حكينا شي نعرف الوضع وعيشين فيه والجمعية تقوم بواجبة كنت ترجو صفحات الجمعية وترف الجمعية شنو قاعدة تقوم هذا الكل محكينيش فيه الجمعية تحكي على سن نظام قانون اساسي يفصل بين السلطة القضائية وسلط التنفيذي واضح هذا ما تليب منه عبد الراوف كيفاش يرفع هذا الاضراب او مش اضراب هذا الاعتصاب المفتوح هذا الاسم مفتوح كيفاش بشي ترفع حسب رأيكم انتم مشنو الاشياء اللي توافقوا كونو مشنو نرفع الاضراب ذا ونرجع وناخد معلال واحد مرتبط بالارادة السياسية اليوم السيد الرئيس الحكومة يعطي ايشارة انتلاق مفاوضات جدية وسيد وزير العدل يرفع الاعتصاب انتلاق مفاوضات مفاوضات جدية انتلاق مفاوضات جدية جدية فعلية مشكون يقيم هي جدية فعلية نحنا قايموها نحنا اللي موجودين الان انه بش نمشي طول المحكمة الابتدائية لهنا بش نطلع ورقة ونخارج ورقة ما فهميش أوراق هاكي ولا لي معنىش أوراق أوراق بيضم مع الناس نشرفها من جيوبنا ايه وتوما مكومش هذاك فاش نحكيه حدود هذيك شنو يعمل المواطن كيفية معناه لي انتو توفر الاوراق والدنيا هذيك الكل المواطن التونسي هيت نبدو السعب اول حاجة بالقاع وعد الامرة لا 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 اسمعني اسمعني التي لا تقاص عليها نعرف ايه الى حدود انو نبدو بالأوامر التي لا تقاص عليها المواطن التونسي شنو يعمل اللي عندو حكم بش يستخرجو شنو يعمل احنا اليوم في قطار تجويد وتصحيح المصار يا عبدالوف ما تهرب ليش اجابة واقع طوال مش المحكم ما تخدموه لا ما تخدموه طوال مطلع ورقة لا طوال فمش برمانونس فمش اقل للسكتور الكل اللي عملوا ما خالينيش تأمين الحد الأدنى والمستعجر من الخدمات باعتبار انا نحكي وعلى تصحيح ما صار عادلة يهم مسألة الشعب التونسي واليوم مشينا في مبادرة تشريعية مع مجلس نواب الشعب والي هي المبادرة التشريعية معناها تبنتها بعض الكتلة النيابية والي هي نحن اليوم معاش نحكي زادة كجمعية عنها موضوع عند السيدة نواب الشعب والحب عبدالوف بوشوش يجي معي تصدق لي كتبت المحاكم عادلي مالي ويدالي شكرا على كل هذه المعطيات وشانا نقول الحلول السريعة كونه باش نحسن جودة تجويد مرفق العدل هذا المحتوى اشهاري